السؤال التالي أحبتي في الله قبل أن يبهمنا الوقت هل يجوز تأجير محل تجاري بنسبة من المبيعات؟ واحد عنده دكان دفعه إلى أحد الناس عشان يعمل فيه بيزنس بيع وشراء وقل أجرته أخذ نسبة من المبيعات مش من الدخل يقول له يجوز دفع العين لمن يعمل عليها بجزء مما يخرج منها وليس من ثمن المبيعات لا يصلح أن تقول الأجر جزء من المبيعات ينفع تقول الأجر جزء من الدخل النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضهم بشطر ما يخرج منها ففي المساقاة وفي المزارعة ندفع الأرض إلى من يسقيها أو يزرعها بجزء مما يخرج منها لكن أن تدفعها بجزء من المبيعات هذا فيه ضمان أصبح الربح مضمونا وقد نهيى عن أن تربح ما لم تضمن بارك الله فيك فهذا الكلام مقبول خرجه الحنابلة على القياس على المساقات والمزارعة ابن قدام يقول وإن دفع ريول دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثا أو كيفما شرط صح نص عليه في رواية الأثرم ومحمد وغيره وكره ذلك من كره وابن قدام يستدل لمذهبه فيقول ولنا يعني ودليلنا على ما ذهبنا إلى صحة ذلك وجوازه أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة ترجمة نانسي قنقر